ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن انطرابات الصحة العقلية تشهد تزايداً في معظم بلدان العالم ويمكن أن تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 16 تريليون دولار بين عامي 2010 و2030 ما لم يتم التعامل مع الفشل الجماعي لمواجهتها التفاصيل في تقرير الزميل سعد النواشي يعاني حوالي 300 مليون شخص في أنحاء العالم من الاكتئاب و50 مليون شخص آخرين من الخرف وفق تقديراته منظمة الصحة العالمية وقال تقرير صادر عنها إن الأزمة المتزايدة قد تسبب ضرراً دائماً للأشخاص والمجتمعات والاقتصادات حول العالم وشارك في وضع التقرير 28 مختصاً في الطب النفسية وصحة العامة وعلم الأعصاب إضافة إلى جماعات مدافعة عن المصابين بأمراض عقلية عدد المصابين بانفصام عقلي يقدر بحوالي 23 مليون شخص في حين يصيب الاضطراب الثنائي 60 مليون شخص آخرين حول العالم أشار التقرير أيضاً إلى أن هذه الاضطرابات النفسية قد تكلف الاقتصاد العالمي بين العامين 2010 و2030 ما يصل إلى 16 رليون دولار ما لم يتم التعامل مع الفشل الجماعي لمعالجة هذه الاضطرابات بعض التكاليف ستكون مباشرة للرعاية الصحية والأدوية غير أن معظم الخسائر ستكون غير مباشرة وتتمثل في فقدان الانتاجية والإنفاق على الرفاهية الاجتماعية والتعليم والقانون والنظام وأشار التقرير أيضاً إلى أن عبء المرض ارتفع خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية في مختلف أنحاء العالم بدرجة كبيرة